الحقيقة هو خليط من الأخبار وأنا حبتديها من القاهرة 24 مبارح كان حديث القاهرة هو التحق محمد صلاح بالمنتخب في تدريباته والمعسكر علشان يعرفين يعني المباريات التمهيدية المؤهلة لكاس العالم لكن النهاردة محمد صلاح يتصدر الأخبار بجملة أجرى عملية زراعة شعر الموضوع مش نيولوك ولا حاجة هو سر ظهور محمد صلاح حليق الرأس في معسكر المنتخب وطبعا كان الخبر ده متداول بشكل كبير جدا والناس بدأت تتكلم عن صورة محمد صلاح وإيه الفرق اللي حصل وليه قص شعره وإحنا عارفين عمليات زراعة الشعر بتستلزم زي ما إنتوا عارفين قص الشعر طبعا الناس بدأت تتعامل مع الصورة دي وزي ما إنتوا شايفين الجزئين دول تحديدا ده والجزء ده كانوا فارغين تماما في الصور القديمة لمحمد صلاح لكن الصورة الجديدة اللي وإحنا عملنا مقارنة بسيطة جدا وروحنا لها حنلاقي إن الصورة التانية ببساطة شديدة قوي فيها امتلاء في هذه الجزئين يبقى هو ما إلا الجزئين دول ودي عملية زراعة شعر ناجحة إن شاء الله هي بيظهر على فكرة مفعولها بعد عدد من الشهور لأنه بيسقط الشعر ده وبيطلع شعر جديد في كل الأحوال محمد صلاح جميل بمحبة الناس ليه وإذا كانت دي عملية زراعة شعر مش نيولوك فمبروك عليك نيولوك اللي حيجي بزراعة الشعر اللي حنشوف نتيجتها بعد كم شهر يا محمد يا صلاح شكرا شكرا